قام في الأسبوع الماضي أمين الدولة في التعليم العالي والبحث العلمي دكتور حسين مسار حسين بزيارة الرسمية إلى جمهورية السودان الشقيقة حيث التقى هناك مع طلاب شديدين الدارسين بسودان وحل حلت إشكالياتهم وكما قام بزيارة التفقدية إلى بعض الجامعات السودانية نتابع تقرير زميد أحمد ياسين أبد الرحمن سلسلة لمتابعة زيارته لجمهورية السودان فقد التقى أمين الدولة في التعليم العالي والبحث والابتكار دكتور حسين مسار حسين باتحاد طلاب شديدين بالسودان واستمع إلى مشاكلهم المختلفة أبرزها مشاكل الإقامة والرسوم الدراسية بجانب مواضيع أخرى وأكد لهم بأنه سيرفعها إلى أمين الدولة في التعليم العالي بالسودان للنظر فيها وإيجاد الحلول في القريب العاجل وفي الإطار ذاتي فقد عقد أمين الدولة دكتور مسار اجتماعا مع الطاقم الإداري لسفارة الشادية بالخرطومة يتقدمهم السفير صالح حامد بقرة للتباحث حول مجمل العلاقات والمشاكل التي تواجه السفرة وتعيق عملها ووضع الجالية الشادية بسودان كما سمحت له الزيارة بالتجول في عدد من الجامعات السودانية بالخرطومة والتحدث مع مدرائها والذين أبدوا استعدادهما التام للتعاون مع وزارة التعليم العالي في شاد ومن أبرز هذه الجامعات التي شملتها الزيارة جامعة الأحفاد للبنات والتي قدمت أربع منح دراسية لدراسة الطب والصيدلة ابتداء من العام الجديد والجامعة الوطنية وكلية أمدرمان الجامعية لتكنولوجيا الصحافة والإعلام والطباعة والتي وقع مع إدارتها اتفاقي التعاون في مجال التعليم العالي وتبادل الخبرات وإرسال الطلاب الشاديين للدراسة في الكلية ترجمة نانسي قنقر